اهلا بكم انا محمد الشامي من مكتب زاندو اركتكتس النهاردة هكلمكم عن مشروع من اهم مشاريعنا مشروع مركز سكايدينت للأسنان كل عميل بيكون عنده تصور معين للمكان بتاعه يعني مثلا دكتور بيبقى متخير انه عنده عدد عيادات معين ماينفعشي الا عنه عشان يقدر يوفر البروفيت بتاع المكان بس ده بيشكل لنا تحدي كبير ازاي يبقى عندنا عدد العيادات ده وفي نفس الوقت من انللش من الريسيبشن اريا او من الويتنج اريا عشان يبقى الاكسپيريينس بتاعتنا مرضية بالنسبة للبيشنس وبالنسبة للدكتور عملنا كذا اختراح في صورة كذا بلان واقعدنا مع الاونر عشان نفكر مع بعض ازاي حنوصل العدد ده من العيادات وفي نفس الوقت نعمل الانتيرير ديزاين اللي احنا متخيلينه اللي حيبهر الناس اللي جايين عندها وبعد ما عملنا مقارنة ما بين البلانات دي لقينا ان فيه بلان هو اللي بيحقق بالزبط التارجت اللي احنا عايزين نوصله احنا والاونر وبدأنا نشتغل على البلان ده in detail ولان موقعنا كان مميز جدا ومتشاف من زوايا كتير كان لازم نعمل وجهة مبهرة وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة لان ده اول عنصر هيشد عين الناس للمكان عملنا اقتراحات كتير للوجهة بألوان وماتيريالز مختلفة لحد ما وصلنا الاقتراح وحسينا ان ده اللي ممكن نكمل عليه وكانت النتيجة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة اشتغلنا على الوجهة بستايل مودر وخلينا المين سنتر وبانترست بتاعها في النص هيبقى فيه الشاشة واللوجو ودايما الشاشة دي هتعرض كل جديد في العيادة وبالنسبة للجناحين المتسويين العليمين والشمال تقريبا متسويين وفيهم انسيابية وما فيش اي حيطة بتفصلهم وقدرنا نحافظ على الايدنتيتي بتاع المكان باللون الازرق وباللوجو بتاع سكايدات الانتيريور ديزاين انقسم معانا تلات اقسام اول قسم الانترنس اول ما بتدخل بتشوف الكاونتر واللوجو بتاع المكان وبتكتسب ثقة وبعدين بتنتقل للمرحلة رقم اتنين وهي الويتينج اريا اللي لازم تكون قاعد فيها مرتاح لانك ممكن تطول فيها شوية في نفس الوقت الديزاين لازم يكون كويس عشان لو بصيت في اي مكان عينك ترتاح للديزاين بالنسبة للقسم التالت من الانتيريور ديزاين وهو الهولوي اللي بيكون فيها تقسيمة العيادات عشان ما نخليهاش مملة خلينا فيها دايفيرستي بالديزاين الديكونستركتف اللي حضراتكم شايفينه في السقف والارضيات وحاولنا نحافظ بين العلاقة بين الانتيريور والانتيريور والاضاءة تفضل منورة طرق طور اليوم وبالتالي استخدمنا الازاز اللي موجود في الصور اللي فيه في نفس الوقت اشكال جومتريكال عشان تديني دايما احساس الديفيرستي وانا ماشي جوه الهولوي وبفضل الله ثم بمجهود التيم بالكامل قدرنا نوصل للنتيجة اللي حضراتكم شايفينها في الصور اللي كانت مرضية جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للعميل وكل الناس اللي جات زارة المكان ومقدرش اخفل بالشكر المهندس محمد نصر قوتسوة القائم على التنفيذ والمهندس محمد عويس القائم على تنفيذ الوجهات واستنونا في مشروع جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر